يا أيها الديخيون أنا مضطر لأن أخاطبكم وإلا البرنامج ليس معدا لمخاطبتكم لكن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول يا أيها الديخيون يا أيها الديخيون إمامكم هكذا يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم وإن كنتم تستحقون الإهمال والنسيان ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا ظاهرونا ظاهرونا على انتياشكم وظاهرونا ظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم وهو الذي يتحدث ويقول يخاطبنا جميعا يخاطب الديخيين وغير الديخيين فما يحبسنا عنه ما يحبسنا عن شيعتنا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم هذه هي الحقيقة منذ بداية الغيبة الكبرى وبشكل أخص منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس أطوسي حوزته في النجف إذن هناك عدة اتجاهات للتقدير المهدوي الاتجاه العام وإني لأمان لأهل الأرض الاتجاه الخاص لشيعته عموما حتى مع الذين غدروا به إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم وهناك التقدير الأخص التقدير الأخص هذا لخاصة أوليائه إنه للزهرائيين الحقيقيين ليست لي ولكم الذين لا أعتقدوا وجودهم بالنسبة لي لا أعتقدوا وجودهم من خلال ما عندي من المعطيات لكنني لا أنفي وجودهم لا أعتقد وجودهم من خلال الشيعة الذين أعرفهم لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا موجودين أنا لم أوفق كي أجدهم فعدم وجداني لهم لا يدل على عدم وجودهم حينما أقول لا وجود لهم من وجهة نظري من خلال معرفتي المحدودة عدم الوجداني لا يدل على عدم الوجود لكنني أتحدث عن الساحة التي أعرفها فلا أستطيع أن أتحدث عن شيء لا أعرفه بحدود معرفتي أنا لا أعتقد وجودهم في الساحة التي أعرفها هناك التقدير الأخص وهذا قد يكون خفيا وقد يكون جليا قد يكون خفيا مثلما حدثنا أمير المؤمنين وقرأت هذا عليكم في الحلقات السابقة حدثنا عن أحوال أولياء الإمام الحجة زمان الغيبة الكبرى أقرأ من نهج البلاغة إنها طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 148 الخطبة التي رقمها خمسون ومئة أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه عن الحجة ابن الحسن من أنه في سترة عن الناس في غيبته الكبرى في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل القين هو الحداد الإمام يشحذ قوما من شيعته إنهم خواص أوليائه لكن هذا الشحذ سيأتي بلطف خفي بنحو اللطف الخفي ليس بنحو مباشر محسوس بحس حاسة البصر والسمع في سترة إنه بقية الله في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح تصلهم حكمة إمامهم صباحا ومساء توقعوا الفرج صباحا ومساء كيف شرحتها لكم في الحلقة الماضية وفقا للعقيدة والوجدان السليم ووفقا لمعطيات العقل والعلم تلاحظون المنطقة هو المنطق تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هذه حقائق العقل والعلم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح سلامة الوجدان صفاء القلوب نقاء الباطن من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذا هو الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذا تقدير مهدوي من الصنف الخفي لطف خفي أما اللطف الجلي هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف الطبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 382 باب في الغيبة إنه الحديث التاسع عشر بسنده عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للقائم غيبتان للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة هذه التسمية الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى هذه من الشيعة من عند الشيعة وإلا فإن الأئمة يطلقون مصطلح الغيبة الأولى والغيبة الثانية أو أنهم يقولون الغيبة القصيرة والغيبة الطويلة هذا الذي ورد في الروايات غيبة أولى وغيبة ثانية غيبة قصيرة وغيبة طويلة غيبة تامة الحديث عن الغيبة الثانية عن الغيبة الكبرى قطعا ستكون تامة وغيبة تامة الإمام كان كان يتواصل مع الشيعة ومع سفرائه على أي حال أعود للرواية للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته هذا التقدير الأخص فالتقدير الخاص لشيعته التقدير الأخص لخاصة شيعته الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى التي هي طويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هذا اللطف الجلي تواصل جلي مع الإمام الحجة من قبل خواص أوليائه فهناك لطف خفي مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من أنه يسقيهم كأس الحكمة صباحا ومساء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ومن أن حقائق التفسير تلقى في مسامعهم هذا لطف خفي هذا الذي تتحدث عنه الرواية لطف جلي تواصل مباشر للقائم للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى إنها الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هذا هو الذي قصدته من أن التقدير المهدوية منه تقدير عام ومنه تقدير خاص ومنه التقدير الأخص فإذا أردنا أن ندرس السيناريو الثالث الذي هو سيناريو اليوم الأخير لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقائق التي أشرت إليها حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين حقيقة مراتب هندسة التقدير فعلى خشبة مسرح التقدير هناك العديد من مراتب التقدير وفي كواليس مسرح التقدير هناك العديد من المراتب أيضا حقيقة أن التقدير المهدوية منهما هو عام ومنهما هو خاص ومنهما هو أخص مثلما بينته لكم بنحو إجمالي هذه المطالب مطالب واسعة تحتاج إلى كثير من الكلام لكنني مقيد بالوقت فماذا أصنع نذهب إلى فاص